تصرحات أحمد بلال تصرحات أحمد بلال يعني بصراحة يعني دايما مش وقتها دايما نختيرها أحمد بلال هو أنا بحبها وأحمد بلال أحمد ربيين مع بعض وإحنا في نشيل أهلي وعيشنا أوقات كتيرة جدا من البداية في المواصلات وفي اللوتوبيسات وفي المكربسات وعيشنا وكنا بنباد في النادي وعيشنا كل الأيام بس أحمد بلال في الفترة الأخيرة غير موفق يعني غير موفق في تصرحاته أحمد بلال في تصريح لي بيقول ان الزمالك بيكسب الاهلي ماتش ويعيش عليه تلاتين سنة مش بعيد ياخدوا الكاس معاهم الامارات ما احترام من احدهم شوامش اخوية وصاحبي بيكرر نفس الغلط اللي هو عامله المرحلة اللي فاتت والناس هترجع تتكلم وانها هتحط ضغط على لعبة النادي الاهلي وهتخلي لعبة نادي الزمالك وحقهم انا واحد من الناس لما بشوف حد انه بيتكلم عليها بغل زي ما بيتقال فما عرفش قال احمد بلال مبسوط خصوصا كمان انه كان فيه تحافظ على تصريحاته من الكل كانت غير موفقة فما ينفعش ان انا قرر الغلط مرة تانية انا مش بعلق عليه او بعلق عليه بس التوقيت بتاعه اعتقد نفس التوقيت اللي اتقال قبل كده فهل احمد بلال مثلا خلاص وصل لمرحلة انه هو يعني عايزي مثلا يحاول يلم الموضوع واللي هو داخل في حتة ان انا لازم موجود في سوق احمد بلال ما شاء الله من اللاعبة التقيلة كاسم اسم تقيل مهاجم على اعلى مستوى سواء مع الاهلي او حتى في الفترة بتاعت منتخب الشباب او حتى منتخب مصر انا بقول لحمد بلال هد شوي هد شوي عشان خاطر ما تخسرش رصيدك عشان الناس ما تعودش تعلق عليك وتتكلم عليك لان كسرة الكلام في تصريحات اللي مجرد موجود ان انا بصرح دي بتأخرك بتخليك في حتة مش حلوة بتخليك اللي سبوت عليك اكتر برضو من ضمن التصريحات برضو اللي عايز علق عليها وانا على فكرة بحب احمد بلال جدا هو هقولها تاني اخويا بس انا بصراحة لما شفت التصريحات ما معرفش يعني التوقيت بتاعها مش صح برضو تكلم عليها شريف اكرامي مش انا الحلقة اللي فاتت اه الحلقة اللي فاتت على ما اعتقد مسكت الشيف اكرامي عشان اتكلم علي احمد بلال مسكته بصراحة ان هو اولا يركز في شغله يركز في تدريبه عشان انا قلتها حتى بقاله سنتين احتياطي بقاله سنتين بعيد عن المشاركة وده اللي انا قلت تركز في لعبك ما لكش دعوة بالتصريحات ما لكش دعوة بريم يتكلم يقول ايه احمد بلال يقول ايه ايا نكمل احنا لعبة معتازلة لما تعتزل اطلع اتكلم زي ما انت عايز واعمل دكتوراه في الادارة واعمل لنا تنمية بشرية ازاي نتعامل ده حلوة وهنتعلم منك فجية ان احمد بلال النهاردة بيرد على الشيف اكرامي فبيتكلم وبيقول له هو انت دي على فكرة على صفحة كناة النهار يعني النهار رياض هو انت وليه امري هل انا بقوم السبح بيحطولي رضعة ايه وبيبي صغير اعترض على كلامي عادي لكن ما تقوليش ما تتكلمش خالص تماما ما تتكلمش خلاص يا ركبتان احمد بلال ما هو خلاص هو يا جماعة هو الشيف اكرامي نزل حاجة تانية على احمد بلال ما نزلش بيقولولي في الاعداد حتى انا عملت المنصات قلت ممكن الشيف اكرامي ما نتكلم على احمد بلال فخلاص ما ده بقالها فترة كم ده تقريبا من اسبوعين على معتاقد او من اسبوع فخلاص الموضوع اتقفل وانا اتكلمت من عشر تيام بالضبط واتكلمنا وانا خلاص ان الشيف اكرامي غلت في التصريحات دي فليه احمد بلال فتح الموضوع تاني مش انا هجمت شريف اكرامي خلاص طالما ما اتكلمش في الموضوع تاني ماينفعش بقى انا او مراجع تاني فتح الموضوع وارد عليه خلاص ما انت ردت عليه قبل كده واحنا ردينا وكل الناس ردت بتاعك وركز في شغلك واللي يتكلم يتكلم وانت دي حاجة ما تخصكش انا بعتب على احمد بلال النهاردة ان هو اتكلم برضو على الشيف اكرام خلاص مادم ما تكلمش عليك وما فتحش الموضوع تاني ولا جاب سرتك ولا نزل حتى تويته مثلا هجمك فيها فخلاص كده ايه مش من حق ان انا اتكلم مش من حق ان انا ارد عليه او اوصف نفس ان انا طفل صغير وليه امر ناس نسيت وكلنا ردينا وناس كتيرة جدا كانت معاك وناس كانت ضدك فالموضوع هتقفل ليه تفاتح تاني